الحقيقة احنا ما اشتغلناش فقط على المناطق الغير امنة اشتغلنا ايضا على المناطق الغير مخططة والمناطق الغير مخططة هنا احنا بنتكلم على اختارنا 135 منطقة على مساحة 152 الف فدان بيقتونها اكتر من 6 او 7 مليون نسمة النهاردة ويمكن اشتغلنا عليهم النهاردة احنا انتهينا بالفعل من 56 منطقة منهم وشغلين في الباقي النهاردة تبقى للخطة بتاعتنا لان اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا بندخل تطوير ويمكن دي موجود اللي احنا طورناه بالفعل وانهينا تطويره واللي جاري تطويره على مستوى الجمهورية واللي احنا شغالين فيه الحقيقة بتبقى مجموعة حزمة كبيرة من الخدمات ان احنا بنزيل بعض المناطق بيبقى شايفين زي ما حضراتكم هي بيوت للأسف معمولة بالخرصانة فعشان نقدر النهاردة ندخل ونتعامل فيها واعتقد النموذج اللي احنا النهاردة نقدر نقارب به منطقة الامل او عزبة الهجانة سابقا اللي النهاردة بنصارع الوقت علشان نطورها وزيها زي مناطق كثيرة جدا اشتغلنا عليها في نفس النموذج احنا بندخل نزيل بعض المباني عشان نخلق محاور طرق وده بيبقى حاجة شيء صعب جدا 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 نمد شبكات الصرف الصحي والمية والخدمات نرس في الطرق الرئيسية نبلط شوارع داخلية نعمل شبكة للحريق نوفر خدمات على الاراضي الفضية علشان اهلنا اللي موجودين في هذه المناطق حيات دي نمازج من اعمال التطوير اللي اتعملت في منطقة زي الزاوية الحمرة في محافظة القاهرة مناطق زي الوادي الجديد ازاي بندخل ونعمل عملية طابليت وطلاق للوجهات بعد ما نكون عملنا المرافق دي منطقة في المحلة الكبرى في الغربية ازاي برضو بنعمل عملية التطوير الوادي الجديد برضو مرة اخرى ازاي بنعمل دهانات للبيوت والطابليت والرصف مع كل الشغل اللي احنا بنعمله منطقة ابو هلال في محافظة المينيا كل ده بيبقى حجم للتخطيط والتطوير اللي احنا بنعمله على منطقة قائمة وبيبقى هنا الصعوبة ان الناس ما زالت قائمة وسكنة وعشان نعمل اي تدخلات مضطرين ان احنا نتعامل مع اوضاع قائمة ونحلها بمشرة جراح زي ما بنقول فده اللي بياخد جهد اكبر وتكلفة اكتر ووقتة اكتر عشان نقدر نطور هذه المناطق